أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان مرحبا وحلقة جديدة من هذا البرنامج ويمكن نهاردة إن شاء الله بنصلت الضوء على شيء في غاية الأهمية يمكن مع طلابنا طلاب التعليم الفني الصناعي نهاردة نتكلم على مادة أجهزة قياس الطاقة القهربائية لصف الأول الصناعي وهنكلم عن الباب الأول على وجه التحديد طبعا هذه الأجهزة لها ضرورة كبيرة جدا في اتخاذ الاحتياطات الكاملة ومعرفة الطاقة ومعرفة قوتها ومعرفة أشياء كبيرة جدا لا غنى عنها عشان كده بنصلت الضوء في بداية الفصل الأول على هذا الجانب الرائع اللي بيدينا مهارات متميزة وبيدي عدد كبير جدا مننا هذه المهارات النهاردة بيساعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمود محمد عبد العاطي خبير مادة أجهزة قياس بوزارة التربية والتعليم أنا سلام بحليك أنا سلام بالنوارنا فأولا باش مهندس محمود في البداية مدتنا النهاردة عن أجهزة القياس ويمكن أول حاجة بتيجي على طول في أزهاننا وأزهان الطالب هي تعريف يعني إيه قياس طيب إحنا ممكن نلخص تعريف القياس أو بشكل بسيط خالص أنه ما ينفعش نقيس أي كمية بكمية غير مناسبة لها ما ينفعش أروح أقيس مسافة بين القاهرة أو اسكندرية وأقول أن هي بالمتر فلابد أنه الكميات تبقى متطبقة علشان كده في تعريف القياس بنلاقي أنه هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي أن تعريف القياس هو عبارة عن مقارنة كمية بكمية أخرى بس بشرط أن هي تكون من نفس النوع تمام فعلشان كده أنه لابد في عملية المقارنة وعملية القياس أنه أنا بعمل عملية القياس علشان أشوف مدى احتواء الأولى بالنسبة للتانية تمام فيبقى التعريف المناسب لعملية القياس أو تعريف القياس هو مقارنة كمية بكمية أخرى أو مقدار بمقدار آخر من نفس النوع بهدف معرفة مدى احتواء الأولى أو الكمية الأولى بالنسبة لكمية التانية هذا التعريف وافي وجميل لو انتقلنا إلى أنظمة القياس نفسها طبعاً لو كلمنا على القياس سيبقى فيه أنظمة ماذا عن أنظمة القياس أنظمة القياس إحنا بيبقى فيه عدة أنظمة متدولة وفيه طرق للقياس مختلفة ووحدات مختلفة للقياس من خلال الأنظمة إحنا بنتعرف على أنظمة القياس وقلنا أن أنظمة القياس بيبقى عندي أول نظام اللي هو نظام جاوس وفي النظام المتري والنظام الدولي اللي هو المتري المعاصر وده اختصاره السئال الأنظمة دي بيبقى فيها إيه؟ بيبقى فيها وحدات القياس اللي هي لكل عملية قياس أو لو هائيس طيار شدة الطيار ووحدة قياسها إيه الفرق الجهد ووحدة القياس إيه ده بيختلف من نظام لنظام يعني احنا قلنا عندنا ثلاثة أنظمة اللي هما نظام جاوس والنظام المتري والنظام الدولي أو المتري المعاصر لو جينا تكلمنا عن كل واحد لوحده لنكلم على نظام جاوس في الأول فنظام جاوس ده بيقول لي أنه السنتيمتر هو وحدة الطول لو هنقيس طول يبقى وحدة القياس بالسنتيمتر ولو هنقيس كتلة يبقى وحدة القياس بالجرام والثانية هي وحدة قياس الزمن ده في نظام جاوس طيب النظام الثاني عندي اللي هو النظام المتري والنظام المتري هنا بيقول لي أنه من اسمه هو نظام متري فيبقى الوحدة المتر هي لقياس الطول يبقى هنقيس الطول هنا بالمتر والكيلو جرام لقياس الكتلة والثانية برضو لقياس الزمن بيختلف عنهم النظام المتري المعاصر أو الدولي الـ SI ده بيختلف عنهم في جزئية تانية اللي هو بيبقى عندي سبع وحدات قياس لكميات مختلفة يعني بيقول لي أن النظام ده بيسمى المتري المعاصر ويتكون من سبع وحدات أساسية لقياس الكميات الفيزيائية الأساسية طيب هو قبل ما نتكلم في النظام الدولي هو السؤال يجي للطالب في النقطة دي ازاي السؤال يجي هنا يقول له اشرح أنظمة القياس يعني السؤال في الجزئية دي هيقول له اشرح أنظمة القياس فالطالب هيقول والله أنظمة القياس بتتكون من واحد اتنين ثلاثة النظام جاوس النظام المتري النظام الدولي أو المتري المعاصر بيقول ده وبيقول ده وبيقول ده بس يبدأ يقول لي تاني ما أنا بقول له اشرح لو قلت له اذكر والناس يعني الطلبة تاخد بالها من النقطة دي السؤال اللي هيقول لك اذكر فأنت هتقول واحد اتنين ثلاثة لكن لو قال لك اشرح وضح برسم يبقى هترسم أو تشرح الجزئية علشان كتير من الطلبة بيقع في الجزئية دي وتهياله أنه هو مجاوب صح بس الإجابة نقصة هو مجاوب صح بس الإجابة نقصة فبالتالي لابد أنه هو يشرح كل نظام ويحدد للكميات اللي مطلوبة النظام الدولي المعاصر احنا قلنا أنه هو بيتكون من سبع وحدات السبع وحدات دول عندي بيبقى المتر للطول والكيلو جرام للكتلة والثانية للزمن والمول لكمية المسافة لو هنقيس كمية مسافة يبقى المول وعندي الأمبير لقياس شدة الطيار الكهرابي وكمان بيبقى عندي الضارة الكيلفينية لضارة الحرارة وكمان الاستربيديان للزاوية المرسمة ودي بتبقى خاصة بشدة الإضاءة ويعني مكان زي اللي احنا قاعدين فيه للستوديو بنبقى محتاجين نحسب شدة الإضاءة في المكان كسافة الضوء في المكان تضفق الضوء يليه للستوديو أو لقاعة احنا قاعدين فيها بنستخدم الاستربيديان كوحدة قياس للزاوية المرسمة يبقى اتفقنا أن الطالب لما هيجيله سؤال في الجزئية دي هيجيله يقول له اشرح وحدات اشرح أنظمة القياس أو عرف القياس وما هي أنظمته فيبقى الطالب يتعود على الأسئلة من النوعيات دي طيب لو احنا اتكلمنا على وحدات القياس يعني ماذا نعرف وحدات القياس وما هي نوعية فن؟ طيب وحدات القياس ولدنا في مدارس التعليم الفني وخصوصا قسم التركيبات والمعدات الكهربية في مرحلة الاعدادية ومرحلة التعليم الأساسي في الاعدادية خدوا في مادة العلوم ودرسوا في مادة العلوم فرق الجهد وشدة الطيار وكمان القدرة الكهربية خدوا يعني درسوا بعض المعلومات أو بعض المفاهيم عنه فهم داخلين انت كطالب داخل عندك فكرة عن الأمبير كوحدة قياس لشدة الطيار الفولت ووحدة قياس لفرق الجهد فده طبيعي انه دي وحدات قياس حنتعلم نقسها ونشوف تعريفاتها طيب انا لسه معرفش انا كطالب لسه داخل معرفش حاجة عن التخصص احنا بنقول ان وحدات القياس عندنا في تخصص التركيبات والمعدات الكهربية او في الكهرباء عمتا لما هتيجي انت كفني طالع نازل تشتغل في شغلانة او معاك مهمة هتقوم بيها لابد حتى في المنزل عندك لو حصلت مشكلة دروب في المنزل قصر كهرابي حصل مشكلة في الطيار فلابد اي بيت دلوقتي فيه مفاك تيست وفيه ناس بيبع عندها جهاز افو میتر بحيث ان هو يشوف الجهد مزبوط في الدارة كهربية في الشقة ولا لأ يشوف بمفاك تيست هل الطيار وصل للمآخز او البرائز ولا لأ فدي كلها عمليات قياس ولكن وحدات القياس عندي اول وحدة قياس هتقابلني هي وحدة الانبير الانبير عندي بيقول لي هو وحدة قياس شدة الطيار وهو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في الموصل كل ثانية ويرمز له بالرمز ايه اختصارا لكلمة انبير طيب الوحدة اللي بعد كده الفولت والفولت هنا هو مقدار فرق الجهد الكهرابي بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار قيمته واحد انبير وهناخد بالنا من الارقام اللي احنا بنقولها علشان نقول هو ليحنا قلنا الارقام وهنمثلها بايه ونرجعهم لحاجة خدوها في مادة العلوم وبيدرسوها النهاردة في مادة الاساسيات الهندسة الكهربية علشان كده بيقول لي هو مقدار فرق الجهد الكهرابي بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار قيمته واحد انبير عندما تفقد قدرة قدرها واحد واط بين النقطتين وهو وحدة قياس فرق الجهد الكهرابي ويرمز له بالرمز في الاختصارة لكلمة فولت طيب معانا هنا هنكلم عن الطالب مفروض يحفظ المنطوق ده التعريف التعريف والرمز ويمشي عليه ويمشي عليه ويعرف يستنتجه زي ما احنا هنشوفه دلوقتي كده هنعمل ايه هم الطلبة اتعلموا ان فيه مسلس مسلس قوم المسلس ده كان بيحتوي على تلات اجزاء التلات اجزاء دول كان طالب بيتعلم انه بنحط فوق الفولت او الفي وتحت بيبقى الاي في الار ومن خلال الكلام ده اقدر احسب قيمة الجهد او احسب قيمة الطيار او احسب قيمة الار يعني لو قلنا انه الفولت لو انا عايز احسب الفولت هيساوي ايه الفي تساوي الاي في اار ده من المسلس اللي معانا او اللي احنا تعودنا عليه وهما بيدرسوه ولدنا الوقتي في مادة الاسيات اللي عندها سكار رباية طيب لو انا عايز احسب اار من القانون الار تساوي الفي على الاي الفولت او فرق الجهد على شدة الطيار وده وحدة قياسه ايه هنقولها دلوقتي وحدة قياسه الاوم ودي رمز الاوم وهنشوفه دلوقتي في التعريف الفي الفي ده وحدة قياسه الفولت تمام كده عندي هنا تاني شدة الطيار هو انا اقدر احسب شدة الطيار برضو تمام هتساوي فرق الجهد على مين على قيمة المقاومة الطالب لابد ان هو من التعريفات اللي احنا قلناها هيعرف ومن خلال المسلس ده يبدأ يتعلم يحسب قيم الفرق الجهد او الطيار او قيمة شدة الطيار او قيمة المقاومة الكهربية طيب الوحدة اللي بعد كده وحدة القوم واحنا دلوقتي اتكلمنا عن وحدة القوم وحسبنا من المسلس جبنا قيمة المقاومة الكهربية وقلنا انه وحدة قياس المقاومة الكهربية هي القوم طب القوم ده عبارة عن ايه قال لي ان القوم ده عبارة عن مقدار المقاومة الكهربية لان هي قيمة مقاومة الكهربية مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه ونركز اوه في كلمتين دول عشان هنطلعها من القانون اللي احنا قلناه بحيث ان الولاد يبقوا فاهمين القانون ما بيطلعش كده ولا التعريف بيتقال كده برضه هو مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه فرق جهد كهرابي قيمته 1 فولت ويمر فيه طيار قيمته 1 أمبير مش هو ده القانون اللي احنا قلناه دلوقتي وكتبناه دلوقتي ال R تساوي V على I هو قال لي ان بيمر فيها 1 فولت وبيمر فيه 1 أمبير يبقى القيمة المقاومة R اللي هي اختصار كلمة resistance بيبقى اختصار V عندي الفولت أو فرق الجهد أو وحدة قياس فرق الجهد على وحدة قياس شدة الطيار ووحدة القياس بتاعتي اللي هي الأوم والعلامة بتاعتها أو الرمز بتاعها اللي هو رمز الأوم ده رمز هيلوغريفي بيبقى بيعبر عن بعض وحدات القياس اللي احنا هنقابلها الوحدة اللي بعد كده الواط والواط ده بنقيس به القدرة الواط وحدة قياس القدرة الكهربية يعني احنا نقدر نقول ان القدرة الكهربية لمولد كهربي هي مثلا 220 واط واط 220 واط 300 واط 1000 واط فالواط ده عبارة عن ان انا احسب القدرة هو حصل ضرب جهد في طيار في الاخر هو فيه طيار مر في السلك والسلك كان على اطرافه فرق جهد كهربي ونتيجة حصل ضرب اللي اتنين في بعض القيمتين يعني لو انا جبت جهاز اميتر زي اللي معايا ده وجبت جهاز فولت اميتر وقست الطيار وقست الجهد وخدت القرأتين ضربتهم في بعض الداني مين بكل بساطة قيمة القدرة بس وحدة القياس في الوقت ده هتبقى بالواط تمام طيب الواط كتعريف كتعريف الواط هو ايه قال لي ان الواط هو قيمة القدرة الكهربية في دائرة كهربية على طرفيها عشان كده بنقول بقى ان الجهد بيبقى على الاطراف على طرفيها واحد فولت والطيار اللي مر فيها واحد امبير تمام يبقى من خلال التعريف ده نقدر نقول ان القدرة رمزها بي للباور بتساوي الفي في شدة الطيار لان هو قال لي هو مقدار قدرة كهربية في دائرة مر فيها واحد امبير وكان على اطرافها واحد فولت على اطراف الدايرة دي واحد فولت فمن خلال الكلام ده قدرنا نحسب قيمة القدرة او قانون القدرة بتاعي بس وحدة قياسه ايه بقى وده موضوع الاولاني في درسنا النهاري وحدة القياس هي الواط تمام اللي احنا بنعرفه دلوقتي الواط هو عبارة او هو مقدار قدرة كهربية لدائرة كهربية مر فيها واحد امبير وعلى اطرافها واحد فولت طيب وحدة القياس اللي بعد كده اللي هي الواط ساعة والواط ساعة ده اسمه الوحدة التجارية اللي احنا كلنا في المنازل والمنشآت الصناعية والمنشآت التجارية بنتحاسب عليها اللي هي فاتورة الكهرباء بابسط صورة وحدة القياس فيها يعني احنا دايما بنقول لولادنا في المدارس امسك فاتورة الكهرباء اعرف وحدة القياس لان احنا بنعلمه وحدات القياس فانت عاوز تشوف الوحدة دي وبتتحاسب عليها ازاي فبنقول له شوف فاتورة الكهرباء استهلاك الطاقة الكهربية بتاعتك هتلاقي ان الطاقة اللي انت مستهلكها مكتوب كده كيلو واط ساعة او واط ساعة فده وحدة قياس تجارية ووحدة القياس التجارية دي معناها ان انا بقيس الطاقة اللي استهلكت في دايرة قدامي او دايرة كهربية سواء بقى دايرة منزلية او دايرة جهاز معين او اللي هو المهمة هي طاقة كهربية مستهلكة في زمن معين بنسبة لزمن فعلشان كده قال لي انه الواط ساعة هو قيمة الاستهلاك في دايرة كهربية متصل بطرفيها جهد كهرابي قيمته واحد فولت واحنا دايما بنقول القيم علشان نبقى نعلم الولاد القانون قدامك اهو وادرب بص القيم دي لما تضربها هيطلع لك القيمة بوحدة القياس بتاعته يبقى انا عندي تعريف الواط لو بصنا مع بعض كده هنلاقي نقول انه هو قيمة الاستهلاك في دايرة كهربية متصل بطرفيها جهد كهرابي قيمته واحد فولت بس مر فيها طيار برضو ما هو طالما فيه جهد على اطراف دايرة كهربية يبقى دايرة مر فيها طيار كهربية ويمر بها طيار كهربية قيمته واحد امبير لمدة زمنية معينة او لمدة زمنية قدرها واحد ساعة ده كده اللي هو الواط ساعة او الكيلو واط ساعة ودي بيتقال عليها الوحدة التجارية والمرور هنا يا مستر هو بيعني استهلاكي للطاقة يعني مش بس ان انا بوصله بالفيشة والجهاز واقف لا ده الجهاز شغال وبيستهلك الطاقة يبقى بيمر بساعة دي حاجة كمان بأكد على كلام حضرتك انه هو دايما بننصح وحلقات عملناها قبل كده في ترشيد استهلاك الطاقة قلنا انه انت مش محتاج التلفزيون سايبه متوصل ليه المأخذ الكابل الباور بتاعه مع المأخذ شيل الفيشة لانه في عناصر الكترونية داخلية طول ما هو متحمل على الطيار هو في استهلاك بسيط وجميع الاجهزة ايه بقى جميع الاجهزة وشاحن حتى بتاع الموبايل شاحن الموبايل شاحن اللاب كل الاجهزة الكهربية اللي فيها عناصر الكترونية او ما فيهاش برضو طول ما هي متعلقة او متحملة على المأخذ الكهرابي اللي هو البريزة فيه جزء من الطاقة مفقود بدون استهلاك احنا بنستفدش بيه وبيتحمل عليك طاقة مستهلك بيعملوا ايه بقى فاندم يمكن في اسكندرية وانا شفتها المفتاح بتاع التشغيل هو اللي محطوط على الحائط فيقفل ويفتح من المفتاح التشغيل مش يشيل الفيشة الفيشة محطوطة على الجنب ومفتاح التشغيل بس لحرارتك بتتعامل بعض الفنيين الكهربائيين بيعملوا انه المروحة يكون لها مفتاح جنب المفتاح بتاع المروحة المفتاح ده بيتحكم فيه البريز او المآخذ اللي بيتغذى منها التلاجة بالفريزر بالحاجات دي فيبقى انه هو بمفتاح فصل فصل الكل يعني وده يعني استرشاد اكتر او ترشيدي اكتر من ان انا اشيل الفيشة اللي ممكن تكون بقيد عن ايدي او او الاخر صحيح بعد كده فيه لو عايزين نحسب الطاقة لو عايزين نحسب الطاقة المستهلكة حيبقى عندي فيه معطيات للدائرة الكهربية اللي موجودة عندي ومن خلال المعطيات للدائرة نقدر نحسب الطاقة طب انا محتاج ايه للمعطيات دي محتاج انه الدائرة مر فيها جهدة قد ايه او على اطرافها جهدة قد ايه دي من معطيات المثال محتاج اعرف الطيار اللي مر فيه الدائرة كان قيمته كام ووحدة قياسه بالانبير كمان محتاج اعرف هو الطيار اللي مر ده او الطاقة اللي استهلكت هستهلكها لكم ساعة او الحسابات اللي انا هعملها هعمل حساباتي على كام ساعة استهلاك فبيديني في المثال دايما من ضمن المعطيات في المثال زي ده يديني الجهد او فرق الجهد على اطراف الدائرة يديني الطيار اللي مر يديني عدد الساعات وممكن طبعا في الامثلة والمسائل والحاجات دي بيبقى فيه طبعا عشان نقيس الطالب اللي فاهم ونعرف مدى استعاب الطالب بنبدأ نشيل مثلا فرق الجهد نحط له مكانه القدرة واحسب لي فرق الجهد وبعد كده حسب لي الطاقة المستهلكة نبدأ عملية ايه كاتشانة في المعطيات كده بحيث انه نشوف الطالب اللي فاهم حافظ مجموعة القوانين وفاهم مجموعة القوانين اللي احنا عرضناها مع بعض ولا لأ وده هنشوفه فيه المثال اللي احنا هنعرضه دلوقتي عندي في المثال هنا بيقول لي جهاز كهرابي زوجهد تشغيل 220 فولت عند تشغيله يمر به طيار مقداره 2 امبير عند معامل قدرة الوحدة ودي هنوضحها مع بعض قبل ما نحل المثال برضو دلوقتي عند معامل قدرة الوحدة احسب ما يلي عايزين نحسب ايه قلي رقم واحد او الف قدرة هذا الجهاز انا عايز احسب قدرة الجهاز ده تمام وولادنا دلوقتي اكيد وهم قاعدين دلوقتي لمحوا القوانين اللي احنا شغالين عليها وعرضناها لهم هيقدروا يحسبوا معانا قدرة الجهاز ده المطلوب التاني به قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربية خلال 20 ساعة مقدرة بالوحدة التجارية وده اللي احنا قلناه في الوات ساعة او الكيلو وات ساعة هو ما قاليش هنا احسبوا بالوات ساعة او بالكيلو وات ساعة لكن قال الوحدة التجارية هو قال الوحدة التجارية ودي كلمات احنا بنحاول نشوف الطلبة فاهمين الموضوع ولا لا يعني زي ما بيتقال كده بنغير صيرة سؤال بحيث انه نشوف الدنيا مفهومة ولا لا طيب احنا قلنا كلمة لولادنا علشان هما برضو جديدة عليهم اللي هي عند معامل قدرة الوحدة يعني ايه معامل قدرة الوحدة معامل القدرة ده بيبقى حاجة او جزء من العناصر اللي موجودة في الدارة الكهربية حسبيا بيبقى بناء عليه بيتحدد قيمة استهلاكي للطاق قيمة استهلاكي للطاق كل معامل القدرة مقعلي وقرب من الواحد صحيح كل ما بقت الفاتورة بتاعتي استهلاكها قل شوية طب يبعد عن الواحد صحيح يبدأ الفاتورة استهلاكي يزيد ليه لانه معامل القدرة ده احنا قلنا معامل قدرة الوحدة هو انا عندي كم نوع من معاملات القدرة عندي ثلاث انواع من معاملات القدرة فيه معامل قدرة متقدم وفيه معامل قدرة متأخر وفيه معامل قدرة الوحدة اللي هو موضوع المثال بتاعنا طب معاملات القدرة دي احنا نفهمها ازاي أو يعني إيه حمل بمعامل قدرة متقدم ومتأخر ومادي الأنواع دي أو معاملات القدرة دي تودينا النقطة مهمة قوي اللي هي أنواع الأحمال هو أنا عندي الأحمال ممكن تكون إيه ما هو فيه أحمال إنارة وفيه أحمال زي تكيف فريزر تلاجة أحمال محركات يعني وفيه أحمال زي أنا مثلا عندي كمبيوتر عندي الطبعة بتاعتي عندي مكان التصوير فيها عناصر إلكترونية ومكسفات هنا نقول أنه معامل القدرة الوحدة أو معامل القدرة يساوي واحد معناها الوحدة يعني يساوي واحد وهو رمزه الكوزاين فاي الكوزاين فاي لما يساوي واحد معناها أن الأحمال اللي عندي أحمال مادية وهي أحمال إنارة لمباط طيب معامل القدرة متأخر معامل القدرة المتأخر ده بيبقى اللي هو الكوزاين فاي يقول لي مثلا قمته 95% تأخر أو متأخر ففي الحالة دي انه معامل القدرة المتأخر بيكون نوع الحمل عندي عبارة عن محركات استنتاجية او يعني حاجات ملفات سخان المية الكاتر غلاية اي المحركات اللي موجودة مراوح غسلات تلاجات التكييف كل الاحمال الكهربية الحسية او الاستنتاجية ده بيبقى حمل او معامل قدرة متأخر وده هيدرسوه في مادة الهندسة الهندسة الكهربية في الترم الاول برضو هيتعرفوا على معاملات القدرة برضو في معامل قدرة متقدم ده بيبقى الجزء الخاص بالاحمال اللي هي طبعة الورق او الكمبيوترات او ماكينات التصوير ودي بيبقى فيها عناصر الكترونية ومكسفات ودي بيبقى معامل القدرة متقدم فيها طيب هنبدأ نحل ازاي المثال بتاعنا المثال بتاعنا هنا لما نبدأ نحله اول حاجة لابد ان احنا نفهمها اللي هي هنحسب قدرة الجهاز ازاي هو قدرة الجهاز عندي احنا قلنا دلوقتي في القوانين اللي احنا عرضناها لولادنا قلنا ايه انه لما رحسب القدرة القدرة كانت هي عبارة عن ايه قدرة دايرة مر فيها طيار وكان على اطرافها جهد كهرابي فكان القانون البي بتساوي البي في الاي او القدرة تساوي فرق الجهد في شدة الطيار طب هو هنا في المثال قال لي عند معامل قدرة الوحدة او عند معامل قدرة يساوي واحد فده هنعمل ايه قال لي ان احنا او بناء على القوانين اللي عندنا قوانين القدرة هنعمل ايه هنقول اول حاجة المطلوب الاولاني حساب قدرة الجهاز ولما نيجي نحسب قدرة الجهاز هنلاقي ان قدرة الجهاز عندي رمزها البي اللي هي اختصار كلمة البور فالقانون عندي كان بيقول ايه والله لو كتبنا للولاد القانون بالعرب الاول علشان يفهموه هنقول انه قدرة الجهاز تساوي فرق الجهد تمام كده في شدة الطيار علشان يبقوا عارفين القانون بالعرب في الاول في معامل القدرة في معامل القدرة طب من ترجموا بقى رموز زي ما تعلمنا هنلاقي انه القانون عندي بيقول البي تساوي انا عندي فرق الجهد في الاول الفي النقطة دي ولدنا فهمه ان هي علامة ضر في الاي شدة الطيار في الكوزين فاي اللي هو معامل القدرة تمام طيب لما نيجي نعوض عن الكلام ده احنا محتاجين نعوض عشان نحسب قدرة الجهاز قدرة الجهاز عندي هو كان قال لي الجهد اللي مر كان كان قال لي ان الجهد اللي مر فيه الدايرة كان ميتين وعشرين فولت تمام في شدة الطيار كانت كام قال لي مر في الدايرة دي اتنين امبير تمام كده طيب وقال لي عند معامل قدرة قيمته كان قال لي ان معامل القدرة كان الوحدة فمعناها ان الكوزين فاي بواحد معناها ان الكوزين فاي ايه بواحد ومن خلال الكلام ده عرفت ان القدرة بالنسبة لي بقى تساوي ربعمية واربعين وحدة القياس بقى ايه ولادنا يقولوا معانا اللي هي الواط تمام تمام كده ده كده حسبنا القدرة للجهاز طيب هو مش ده بس اللي كان طالبه مني الجهاز اللي هو انهف اي جهاز من الجهاز مستعمل الجهاز القدرة اللي استهلكها الجهاز اللي قدامي اي جهاز اي جهاز متحمل عندي انا بحسب قدرته بشوف الطيار اللي دخله وفرق الجهد اللي عليه على اطراف الدارة الكهربية بتاعته ده بيفيدنا علشان نحدد نوع الكهرباء والعداد المستخدم داخل الوحد علشان اعرف من خلال حساب القدرة ده اقول انا شغلت الجهاز ده لمدة عشرين ساعة عايز اشوف انا شركة الكهرباء هتحسبني على كامل الحمال كمان هتبقى كتير مناسبة عليه تمام ونشوف كمان انه قدرة الجهاز ده هل هتتناسب مع الموصلات او الاسلاك اللي ماشية في الدارة الكهربية بتاعت الشقة اهلا حاجة لانه ممكن تسيح لانه يزود لي حمل فبالتالي انه لما يزيد الحمل الحاجات بقى اللي هي ايه ان الطبقة البلاستيكية الطبقة البلاستيكية اللي على السلك دي لما بتسيح كان نتيجة ايه ان جهاز تقيل زي ما منشوف اخطاء بعض اولادنا او في المنازل بيبقى في بعض الاخطاء بتحصل وبتتكرر اللي هي ايه يجيب الكتل غلاية المية ويحط في مشترك المشترك الابيض الطويل ده والمشتركات دي مش كلها متساوية برده مش كلها قدرتها او موصلاتها واسلاكها تتحمل الاحمال الكبير لان في مشتركات تانية بيبقى فيها وسائل حماية والسلك بتاعها يتحمل الحمل الزايد فلما بنحط الغلاية تيجي الغلاية بمجرد ما بتبدأ الحمل بتاعها يزيد نلاقي المشترك راح عامل البوم الجامدة وحصل القصر او اللي بي نسميها القفلة بقى اللي حصلت ده كان نتيجة ان الحمل تقيل قوي على المشترك على الاسلاك بتاعت المشترك السلك ما تحملش الحمل فبالتالي السلك حصل فيه السلك النحاس الداخلي حصل فيه ارتفاع كبير جدا في دارة الحرارة ادى الى انهيار العزل طبقة الورنيش اللي على النحاس انهيار العزل بتاعها وانهيار الطبقة البلاستيكية ادى الطرفين البلاستيك ساح فالسلكين لمسوا بعض حصلت المشكلة اللي بتحصل احنا نعمل ايه بقى هنا فاندي بنختار المشترك بجهد عالي مثلا او بشيء معايا او بنقرأ عليه جميل بنبدأ نحدد المشترك او انا بشتري المشترك بتاعي انا بجيب المشترك وفقا لنوع الحمل اللي انا هستخدمه له وفقا لنوع الحمل اللي هستخدمه له والله انا هستخدم له الحمل ده مشترك هيتحمل عليه كمبيوتر بس مشترك عادي تلفزيون يعني الريسيفر بالتلفزيون ده موضوع بسيط بسيط خالص يعني لكن ما ينفعش انا جايب مشترك على قد تلفزيون او على قد الكمبيوتر حاطت عليه بقى مكوى مع جنب الكمبيوتر وانا شغال فحاطت عالترابيزة وبدأت اشتغل حمل زاد هو ما تستحملش المشتركات بتبقى قدرات بناء على الحمل اللي هنشتريه اللي هنتشغله عليه وكمان بيبقى فيها وسائل حماية في مشتركات بيبقى فيها وسائل حماية طب للسادة المشاهدين على اطلاقهم بقى يعني هما أولئة الامور هنشتري ايه هنشتري حاجة زاد جهد مرتفع بحيث ان احنا بقى بأمان ما يعني ليش الجهد يعني هو اي مشترك اي مشترك هيشتغل على 220 فولت في المنازل احنا بجيب المشتركات للمنازل ما هو مش هينفع اجيب مشترك في ورشة صناعية فيها مكانة خراطة بتشتغل 3 فاز او سلاسي الارجو بشيشتغل على مخراطة فبنخطب اولياء الامور في المنازل واهلينا في المنازل انه يختار المشترك اللي فيه وسيلة حماية فيه مشتركات بتبقى فيها وسائل حماية وسائل حماية مختلفة بدبقى عند ارتفاع دارة حرارة الموصل او السلك معناها ان الحمل زاد هو بيحس بيجي فاصل الدارة العربية بيفصل نفسه ساعة ما يحس انه الحمل زاد ومش هيحس بيها الا لو دارة حرارة السلك بدأت تتغير عن الريتد او المقنن بتاعه فيبدأ يفصل المشترك وبالتالي فاصل الحمل خلاص لانه مش هيقدر يكمل بيه ما ارجعش بقى انا بالزرار واقول له اشتغل بتاني لا هيحصل نفس المشكلة نفس المشكلة يبقى انا بقى هافصل الاجهزة عن بعضها واستخدم الاحمال بايد يبقى الحمل الزايد مكانه في المأخذ الطبيعي في البريزة في علبة المفاتيح والبريز اللي موجودة في الحواقق البريزة يتحطلها حمل ماينفعش نحط مشترك والفرن الكهرباء او المكرويف مع الفريزر مع التلاجة في مشترك في بريزة واحدة تمام نرجع بقى للنقطة التانية احنا حسبنا القدرة نرجع للنقطة التانية نقطة اللي هي القيمة او الطاقة الكهربية المستهلكة وانا عندي هنا لو قلنا له انه النقطة التانية حساب الطاقة المستهلكة حساب الطاقة المستهلكة عندي القانون كان بيقول لي ايه هنكتبه له بالعربي برضو علشان الاول يبقى ولدنا فاهمين القانون جاي منين الطاقة المستهلكة هنا هو انت دلوقتي او انا كطالب جايلي المثال فقال لي انه عندك دايرة على اطرافها جهده معين ومر فيها طيار قيمته مثلا اثنين امبير ولما حسبنا القدرة طلعت معي بربعمية واربعين واط تمام انا عايز احسب القدرة المستهلكة القدرة المستهلكة هنا او الطاقة المستهلكة بالوحدة التجارية هقوله ايه هقوله القدرة الجهاز قدرة الجهاز في عدد ساعات تشغيل الجهاز نفسه هو انت هتشغل الجهاز كم ساعة اللي انت عايز تتحسب عليهم يبقى عدد ساعات التشغيل تمام كده على الف لانه احنا الوحدة كده هتطلع معانا بالوات ساعة مش هتطلع بالكيلو وات ساعة تمام يبقى من خلال القانون ده اقدر اقول انه القدرة عندي او القدرة المستهلكة الطاقة المستهلكة بقت تساوي ربعمية واربعين في عدد ساعات التشغيل عندي كانوا عشرين ساعة تمام كده العشرين ساعة دول اسمنا على الف علشان هتطلع معايا بالوات ساعة تمام يبقى هتطلع معايا تمانية وتمانية من عشرة وات هاور او دابيو اتش يعني وات اختصارا لكلمة وات ساعة او الوات هاور تمام لو ما اسمناش على الالف كانت هتطلع معانا بالكيلو وات ساعة تمام ده يخليني انا كطالب او كمستهلك كمستهلك بلاش الطالب في النقطة دي كمستهلك اعرف الاول قدرة الجهاز اللي انا هشغله وهل يتناسب مع المأخذ او مصدر الجهد اللي انا احمله عليه تمام ولا لأ تمام كمان حاجة انه بيبدأ يخليني او يديني دراية بعملية حساب الطاقة الكهربية المستهلكة وابقى على دراية بانه استهلاكي للطاقة ابدأ ارشد امتا وهل ارشد ولا لا انا كده استهلاكي عالي ولا لا الكلام ده كله يعني ممكن يفدنا في النقطة الاجهزة الموفرة للكهرباء وده نقطة سريعة قبل من انتقل للنقطة هل هي اجهزة بتوفر الطاقة الكهربية بجهدها ايه الاضافة الجديدة في المجال في الجانب التسويق والدعاء لهذه الاجهزة الاجهزة الموفرة يعني لو هنتكلم مثلا على اللمبات الموفرة اللمبات الموفرة كانت اللمبات العادية اللي هي اللمبات الزئبقية او اللمبات اللي هي اللون الاحمر اللي هي المصمر والالووز وكده القديمة كانت دي بتشتغل على ستين واط ومئة واط ويعني قدرة كبيرة فده كان بيستهلك معنا قدرة عالية وبالتالي كان بيديني برضو ارتفاع في ضررات حرارة كمان يعني كان لها عيوب زائد ان هي يعني مشكلة ان هي حمل زيادة فبيستهلك قدرة كهربية زيادة لا ده كمان بيديني مشاكل في ضررات حرارة كمان للمكان بدأ الاستحداث والتطوير والطفرة الصناعية اللي حصلت فيه الاحمال الانارة والاجهزة الكهربية بدأوا يعملوا عناصر او مكونات بتستهلك او مخفضة للقدرة او استهلاج ضعيف للقدرة الكهربية هنا هي بتشتغل على الجهد متين وعشرين يعني بالنسبة للجهد هي ما بتفرقش بتشتغل على الجهد المتين وعشرين يعني انا عندي مثلا في شقة في سوبر ماركت في مستشفى في مدرسة بنبدأ نحط الاحمال الانارة بدل ما كنا بنحط الاحمال اللي بتستهلك القدرة الزيادة بدأنا نستخدم الاحمال الانارة اللي هي اللمبات الموفرة اللي بتستهلك قدرة اقل دي بتديني انه القدرة المستهلكة او الطاقة الكهربية المستهلكة في الساعة اللي احنا حسبناها دي بتبدأ تقل معايا بعد كده يديني وفرة في الطاقة نقدر يحصل التوسعات المستقبلية اللي بتحصل في مناطق سكانية والمناطق الصناعية عشان كده وزارة الكهرباء بترشد هنا وتقول المواطنين نشتروا اللومة دية علشان يقدر توفر بها والأجهزة يبقى عليها علامات نعود إلى النقطة الأخرى كيفية نستطيع تعرف عن نوع الجهاز وطريقة استخدامه ووضعيته يعني في تثبيته هل هيبقى فيه حاجة قبل اللي احنا تكلمنا فيه قبل ما ناخد هذا الموضوع فاندين؟ طيب في الجزئية دي هي موضوعنا اللي احنا نتكلم فيه فعلا هو الرموز والمصطلحات لأجهزة القياس الرموز والمصطلحات تفيدني في ايه؟ هتفيدني في اني اعرف اقرأ الجهاز اللي قدامي صحيح اعرف اتعرف على الجهاز اللي قدامي بشكل امثل اللي هو ايه؟ انا هقيس شد الطيار مروحش اسحب جهاز قدامي وفيه طرفين للتوصيل اجي موصل السلكين بتوع الطرفين وابدأ اقيس طب هو انا عرفت ان الجهاز ده هيقيس شد الطيار ولا يقيس فرق الجهد لان طريقة التوصيل بتختلف ادي حاجة الحاجة التانية الجهاز دوت طريقة التثبيت بتاعته بتختلف هل هو هيتثبت في وضع رأسي؟ تمام؟ ولا هيتثبت في وضع افقي؟ ولا هيتثبت بوضع مائل؟ ده بيختلف وعندي رموز بتبقى موجودة على شاشة الجهاز تقول لي الكلام ده الجهاز الواحد هياخد كذا وضع من الاوضاع؟ لا ولا هو كل جهاز ليه وضع محدد؟ سؤال كويس سؤال جميل الجهاز هو وضع واحد تمام ليه؟ لانه ده كده يشتغل في وضع عمودي تمام الوضع العمودي ده لو انا ثبته بوضع كده انا اصرت يعني انا قلبته تمام فانا اصرت على العناصر الداخلية اصرت على العناصر الداخلية لمين؟ للجهاز نفسه لان انا عندي في عمود دوران في ملفات في يايات جوه مسؤولة عن ان المؤشر لما يطلع يتحرك لفوق بتشده تاني في اصقال في اوزان الكلام ده كله بيتأثر به الجهاز من الداخل تمام؟ فوضعية التثبيت تفرق لو بصينا على الشاشة وشفنا الجهازين اللي قدامنا دول الجهازين دول الشكل واحد شكل الجهازين واحد لو بصينا كده هنلاقي ان الجهازين عليهم رمزين مختلفين فيه رمز الا اللي هو اختصار كلمة امبير وفيه رمز الفي اختصارا لكلمة فولت يبقى كده انا عرفت ان الجهاز ده هيقيس فرق الجهد اللي هو عليه الفي والجهاز ده هيقيس شدة الطيار اختصارا لامبير اللي هي حرف ايه طب فيه علامة تحت الحرف ايه اللي هي علامة الطيار المتردد اللي هي عاملة زي الموجة كده دي معناها أن الجهاز ده يستخدم مع الطيار المتردد فقط ما ينفعش يستخدم مع دوائر الطيار المستمر تمام يبقى كده نعرفت الطيار اللي هستخدم فيه الجهاز ده إيه سواء طيار سواء جهد برضو عندي التدريج اللي موجود قدامي التدريج اللي قدامي فيه جهاز الفولت ده أقصى تدريج ليه هو 300 فولت 300 فولت أقصى قراءة للجهاز تمام طيب الجهاز التاني 1200 أمبير فدي كده أقصى قراءة ليه لو بصنا على الرموز اللي تحت فيه الجهاز هنلاقي أنه فيه مجموعة من الرموز موجودة تحت فيه الجهاز أسفل المؤشر وفيه الدايرة السودة دي أو المفتاح لسود ده هنوضح برضو فايدته إيه طيب فيه مجموعة من الرموز ولادنا فيه الكتاب لابد أنه هم يبقوا عارفينها لو بصنا على نوع الجهاز والرمز عندي الرمز ده لما نلاقيه على الجهاز هنلاقي أن الجهاز ده معناه أو الرمز ده معناه أن الجهاز ده زو مغناطيس دائم وملف متحرك الرمز التاني الرمز ده معناه أن الجهاز ده جهاز مغناطيسي زو مغناطيس دائم وملف متحرك بس بدون عزم بدون عزم إعادة ميكانيكية الرمز ده كمان بيقول لي أن الجهاز ده زو قلب حديدي متحرك وعندي رمز تاني بيقول لي أن الجهاز ده ذو قلب حديدي متحرك ومغناطيس دائم استقطابي طب الرموز دي تفيدني في إيه؟ الرموز دي تفيدني أن أنا لما أمسك الجهاز بتاعي أو الجهاز ده بيكون مسبت فيه لوحة أو فيه لوحة توزيع أو أي دائرة كهربية أبدأ أبص على العناصر اللي موجودة تحت وأعرف نوع الجهاز طيب من خلال الجدول برضو مجموعة من الرموز موجودة برضو الرمز ده معناه أنه ده جهازه صمام إلكتروني والرمز ده كمان معناه أنه ده جهاز زوم رناطيس دائم وملف متحرك عندي كمان الرمز ده معناه أنه جهاز حراري بمزدوج حراري دي مجموعة من الرموز وده كمان رمز بيقول لي جهاز حراري بسلك ساخن هيجي للطالب عفوا لمستر في الامتحان هذه الرموز ويقول له عرفها لي برافو في سؤال بييجي في الامتحان ودي أنا لسه كنت هنقول عليها انه اكتب ما تدل عليه الرموز التالية فبيجيب له مجموعة من الرموز اللي موجودة على الأجهزة ودي احنا بنحاول من خلالها ان احنا نختبر الطالب في الجزئية دي اللي هو يعرف يقرى الجهاز اللي قدامه ولا لا يعرف يشوف الجهاز ده وضعية تثبيت وهيثبتها صح هيستخدمه مع الطيار الصح بتردد ولا مستمر وهكذا والرموز دي كلها اختزالية وفي بعض الأجهزة اللي مكتوب عليها العبارة كلها لا هو رموز رموز كلها لانه ما فيش مساحة انه هو على الجهاز يكتب لي الكلام ده كل طبعا في جزء مهم برضو في الجدول دوت اللي هو جهد الاختبار وجهد الاختبار هنا النجمة دي بتدل على جهد الاختبار النجمة دي قدامنا دي اول نجمة فاضية ما فيهاش ارقام دي معناها ان جهد الاختبار نص كيلو فولت او 500 فولت الجهد اللي هيشتغل عليه الجهاز ده لو الدايرة النجمة فيها صفر يبقى الجهاز ده بدون جهد اختبار هنشغله عادي النجمة التالتة فيها اتنين وده معناها ان جهد الاختبار اتنين كيلو فولت الرمز اللي تحتها اللي هو العمودي ده معناه ان الجهاز هيثبت في وضع رأسي والرمز اللي بعده فيه زاوية 60 دارة يعني الجهاز ده هيثبت بزاوية في ميل في تثبيته طيب فيه جزئية مهمة نختم بيها سريعا اللي هي قراءة الجهاز قراءة الجهاز ده عندي مثال بيقول لي ايه المثال ده بيقول لي ارسم واجهة جهاز واتميتر ارسم واجهة جهاز واتميتر من النوع الكهروديناميكي زو ملف متحرك يعمل على الطيرين المستمر والمتردد والمتغير يستعمل الجهاز افقيا درجة دقة الجهاز خمسة من عشرة وجهد الاختبار له اتنين فعشرة او ثلاثة فولت وممكن يقول لي جهد الاختبار اتنين كيلو فولت تمام او الفين فولت طيب سريعا نبص على الصورة اللي قدامنا كده هتبين لي نوع الجهاز اللي احنا قلنا عليه الجهاز ده لما جا بصله كده هو قال لي ان الجهاز جهاز قياس القدرة يبقى واتميتر واختصار واتميتر او الوات الدابيو تمام عندي هنا قال لي جهد الاختبار ليه خمسة من عشرة كتبنا الخمسة من عشرة طبعا احنا بنرسم الشكل ده بالنص دائرة ونعمل التدريج والمؤشر بالشكل اللي قدامنا وبعدين بنكتب اول حاجة دقة الجهاز خمسة من عشرة بعد كده قال لي جهد الاختبار للجهاز كان اتنين كيلو فولت او اتنين فعشرة قس تلاتة رسمت له النجمة اللي جواها رقم اتنين معناها ان جهد الاختبار اتنين كيلو فولت وقال لي أن الجهاز بيشتغل على الطيارين المتردد والمستمر حطت له العلمتين بتوع الطيار المتردد والشرطة دي اللي تحت الطيار المتردد معناها أن دي طيار مستمر هيشتغل على الطيارين وأخيرا قال لي أن الجهاز بيثبت في وضع أفقي ده ما ينفعش الجهاز ده يتثبت في وضع مائل أو في وضع عمودي زي ما وضحنا في الجزريات السابق طبعاً أستاذنا وأستاذ الجميل محمود محمد عبد العاطي النهاردة الدرس كان غني بالمعلومات وغني جداً بالاستخدامات المختلفة وقدمنا حتى لأولئي الأمور وأستاذ المشاهدين فكرة عن استخدامه والأحمال المطلوبة في البيت ودائماً بنقول لأولادنا مهمة أن نركز في الدرس وفكرة الدرس هو موجود إن شاء الله على اليوتيوب وإن شاء الله هنلاقي محمد في انتظار تفاعلاتهم وأسئلتهم على القناة نود عليها في أي وقت بشكر حضرتك مستر محمود محمد عبد العاطي خبير مادة أجهزة قياس بوزارة تربية والتعليم اللي كانت مادتنا النهاردة على أجهزة القياس الصف الأول الصناعي في موضوع الباب الأول شكراً لحضرتك شكراً لكم عزيزة شباب في كل مكان وشكراً لتفوقكم لأمل المستقبل وكل ساعة كل دقيقة أنتوا بتذكروا فيها وبتهتموا بعلمكم أنتوا بتحفظوا بلدنا الجميلة مصر بتأدوا أحلى أنواع الصناع وأجوادها في مصر على أساس التسابق العالمي في الصناع الكبير أشكركم وأشكر آديكم البيضاء المهتمة دايماً بعقولكم الواقدة والوسابة للأمام أشكركم وإلى اللقاء